ينضم إلينا من واشنطن رئيس معهد دول الخليج العربية السافير دوغلس سولومان ومن بغداد الباحث السياسي جليل مهدي اللامي أرحب بكم ضيفي الكريمين سيد سولومان أبدأ معك يعني استنادا على ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية كيف ترى الموقف الأمريكي من تشكيل الحكومة العراقية شكرا جزيلا من دواعي سروري أن أكون مرة ثانية في محطة الحرة وأرسل تحياتي لجمهوركم وبالتالي شيء جيد لواشنطن أن ترى تشكيل حكومة جديد ولكن هناك بعض الهواجز من ناحية أخرى بعضها فيما يتعلق بتصريحات متعلقة ببنامج الحكومة فيما يتعلق بقدرات الحجد الشعبي وهي منفصلة عن دمجهم في القوات العراقية ويكون لها أثر في تعديد الميليشيات ويحتمل إيران في التأثير على السياسة في العراق فهذا شيء ستنظر فيه واشنطن بحضر والمسألة الثانية هل هذه الحكومة ستعقد انتخابات جديدة في المستقبل القريب والاتفاق هنا وبالنسبة رئيس الوزراء أن يعقد انتخابات ولكن ماذا عن بارلمان العراقية هل تحدث هذا فهل الحكومة الحالية ورئيس الوزراء الجديد سيبقى في الولاية كاملة ومن الهواجس الأخرى أن لم تمثل جميع الأحزاب السياسية وكتلة السياسية في هذه الوزراء ولكن ماذا لهناك دعم لنظام الحصحصة وأيضا وهناك قلق بالنسبة للأحزاب السياسية أن يحدث انقسام هذه الوظائف لخدمة هذه الأحزاب ووضعين مصلحة الشعب العراقي في المرتبة الثانية فأتمنى أن رئيس الوزراء يوقف هذا ولكن أعتقد أن قد يكون هناك اكتسابات من أحزاب السياسية في المشاركة في هذه الحكومة نعم سيد جليل أنتقل معك سهولة إنجاز مهام حكومة السوداني كيف ترها وما هي أبرز التحديات التي قد تواجهها هذه الحكومة نعم تحية لكم ولقناتكم الكريمة ولضيفكم الكريم حقيقة الكثير من التحديات التي ستواجه حكومة السيد محمد الشيع السوداني داخليا وخارجيا السيد محمد الشيع السوداني تعهد إلى الشعب العراقي من خلال برنامجه الحكومي بأنه سيلتفت أول شيء إلى الملف الاقتصادي الذي تردى كثيرا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة الملف الاقتصادي بما أنه بدأ في العراق ينظر له من عين سياسية إذن هناك تردي في الواقع الاقتصادي بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي تكلم عنها على أقل تقدير ضيفك الكريم السلاح المنفلت المحاصصة التي بنيت عليها حكومة السيد محمد الشيع السوداني التعهد الذي تعهد به إلى الشعب العراقي من خلال برنامجه الحكومي على أنه سيعد برنامج انتخابي خلال ثلاث أشهر وانتخابات مبكرة على أقصى حد خلال عام كل هذه التحديات ستواجه السيد محمد الشيع السوداني سيدتي الفاضلة نتمنى من خلال هذا البرنامج الحكومي ومن خلال تعهدات السيد محمد الشيع السوداني أن يفي للشعب العراقي بما تعهد به خاصة وأنه قد أرث ثقيلا من قبل حكومة السيد مصطفى الكاظمي لذلك نتمنى من خلال المعاونات أو المساعدات التي حصل عليها السيد السوداني داخليا وأقليميا وعالميا بمعنى هناك أرضية خصبة لنجاح حكومة السيد محمد الشيع السوداني من خلال التأييدات الداخلية والخارجية إذن نريد من السيد محمد الشيع السوداني أول مهامه الالتفاد إلى الملف الاقتصادي الالتفاد إلى الجيوش العاطلين في العراق حضرت الشتعرفين والمتابع للشأن الاقتصادي في العراق هناك أكثر من أربعة ملايين عاطل عن العمل في العراق هناك جيوش من المتكلين كرواتب موظفين ورعاية اجتماعية كلهم معتمدين في قوتهم وعيشهم على الحكومة العراقية الحكومة العراقية إذا ما التفتت إلى هذه الأمور الداخلية فإنها بعد ذلك ستلتفت إلى الملف الخارجي الملف الخارجي ستواجه حكومة السيد محمد الشيع السوداني تحديات كثيرة أول هذه التحديات القصف المستمر التركي والإيراني إلى شمال العراق ستواجه سيد محمد الشيع السوداني مشكلة قلة المياه والتصحر وارتفاع نسب الأراضي الزراعية الخصبة التي خرجت من الخدمة في العراق بسبب قلة المياه وقلة الأمطار أيضا العراق يحتاج العودة إلى محيطه الأقليمي والدولي من خلال مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى لكون الولايات المتحدة الأمريكية سيدة الفاضلة هناك اتفاقيات ستراتيجية وأخلاقية ما بينها وبين العراق من أجل مساندة ودعم العراق واضح جدا فالاتفاقية ستراتيجية لعام 2008 واضح جدا دعني أعود إلى سيد سليمان سيد سليمان تحدثت قبل قليل عن هواجرس أمريكية بشأن قدرات الحشد الشعبي وعقد انتخابات أو إجراء انتخابات مبكرة إلى أن السوداني في برنامجه الحكومي تحدث عن حصر السلاح بيد الدولة وتحدث عن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام هواجزكم على ما تبنى يعني كونك كنت صفير في العراق برأيك ما هي العقبات التي تقف في وجه تنفيذ هذا البرنامج ما هي القوة التي قد تعطل ذلك ما أخافه ولن أريد أن أؤكد هو مرة ثانية نظام المحاصصة في العراق وأنها بالتالي ستسعى الأحزاب السياسية للاكتساب من وراء ذلك على حساب الشعب العراقي وأعتقد أنه من الواضح أن دور الحجر الشعبي ولديه قدرة عسكرية كبيرة بتمويل من الحكومة الإيرانية وهو ليس تحت سيطرة رئيس الوضراء كقائد للقوات المسلحة العراقية وهذا تحدي سعب أب أم رئيس الوضراء عند دخوله مكتل عمل القوات المسلحة رسميا نعم ولكن بشكل غير رسمي فهم تحت قيادات فردية رغم أنهم يحصلون على أموال حكومية ولا يحصلون على نفس التدريب مقارنة بالشرطة العراقية والقوات المسلحة العراقية ورئيس الوضراء السوداني قال أنه يريد أن ينظر على سبيل المثال عود المناطق بشكل رسمي التي كانت تحت حزب الله وغيرها وهذه تكون خطوة جيدة لإظهار أن رئيس الوضراء يمكن فعلا أن يمارس سيطرة أو نفوذه على هذه الميليشيات القوية التي هي جوز من دولة عراقية ولكنها لا يبدو سلوكها كذلك هل من الممكن أن تدعم الولايات المتحدة العراق في هذا الملف؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدم الحكومة الجديدة بأي شكل تسع عليه الحكومة الجديدة وبكل تأكيد في صياق إطار استراتيجي وكما ذكر الزميل هنا أضيف الآخر أن المشاكل التي يواجهها رئيس وزراء جديدها ليست أمنية ونمى اقتصادية خلق فرص العمل ودعم الاقتصاد ووفق الولايات الأمم المتحدة فإن العراق من أكثر خمس دول المتأثرة بتغير المناخ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة هناك ويصعب على شعب العراق العيش فيه وبالتالي الولايات المتحدة ستكون جاهزة على دعم ذلك وأعرف أن السفيرة رومانسكي تحدثت عن قضية تغير المناخ وكيف الولايات المتحدة تعمل مع العراق حول هذا الموضوع وعندي تعقيب أخير أتمنى أن رئيس الوزراء يستمر في الانخراطات الدولية التي قام بها رئيس الوزراء السابق على سبيل المثال استضافة محادثات مع المملكة العربية السعودية من ناحية وإيران حيث أنها تبدو أنها مثمرة وخاصة بالنسبة لعراق والأردن أيضا والسعودية ويكون هناك انخراط فعال على صعيد الأمم المتحدة أعتقد العراق أظهر أنه يمكن أن يكون مستقلا على صعيد سياساتي الخارجية وأعتقد أنه يكون جيد لعراق وعلى صعيد التعاون الدولي إذا استمر رئيس الوزراء الجديد في هذه التفاعلات الدولية والسياسات الخارجية سيد جليل أعود معك كيف ترى شكل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في ظل حكومة السوداني؟ نعم أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت من خلال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها تدعم مواقف العراق الدولية وخاصة ما حصل في قمة جدة عندما أشاد بدور العراق الذي من خلاله تدخل ما بين ترطيب العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية وإيران أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها نجاح التجربة الديمقراطية في العراق لأن هذه التجربة هي التي أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تجعلها انموذجا يصدر إلى الدول المجاورة والدول الأقليمية إذن من مصلحة كل الشركاء السياسيين عربيا وأقليميا ودوليا نجاح التجربة الديمقراطية في العراق الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة رغم أنها بعد انتهاء انتخابات تشرين العام الماضي حصل بعض الفتور ما بين العلاقة ما بين الولايات المتحدة والعراق لكن أعتقد خلال الشهرين أو ثلاث الماضية بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على علاقاتها مع العراق فإذا ما دعمت العراق دوليا أعتقد بأن العراق سينجح بالعودة إلى محيطه الأقليمي والدولي خاصة وأن مقاومات نجاح أي دولة هو الاقتصاد القوي والاقتصاد العراقي تعرفين حضر تيش والضيف الكريم يعرف بأن العراق لديه احتياط 147 مليار العراق من النفط هذا الاحتياط الكبير هذا سؤالي أنا أعتقد نعم نعم الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما سندت حكومة السيد السوداني والسيد السوداني أيضا محتاج إلى دعم وإسناد من الولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد بأن العلاقة ما بين الحكومة السيد السوداني والولايات المتحدة الأمريكية ستتعزز وتقوى في المستقبل خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أكثر من مرة تريد عودة العراق إلى محيطه الإقليمي والدولي فإذا ما سندت العراق لا يستطيع العودة إلى المحيط الدولي والإقليمي إذن مقومات نجاح وتقوية العراق كما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية هي موجودة ومستمرة نعم سيد سولومان أعود معك الولايات المتحدة في بيانة الخارجية قال أن نتطلع إلى التعاون مع العراق أولوية الولايات المتحدة في التعاون مع العراق ما هي اقتصادية أمنية أم سياسية أعتقد الولايات المتحدة تسعى إلى العمل في العراق في جميع هذه المجالات ووجهة نظري الشخصية من المهم بالنسبة للعراق أن يبدأ بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد العراقية في الولايات المتحدة يمكن تساعد في هذا المجال وخاصة أيضا مع التعاون مع الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى شريكة للعراق وبما ذلك مساعدة العراق للتعامل مع تغيير المناخ وربط اقتصاده بشكل أكثر انتاجية مع باقي العالم وهذا شيء يمكن للولايات المتحدة بكل تأكيد أن يساعد العراق فيه وأيضا هل ستستثمر الولايات المتحدة في العراق هل سترسل شركات استثمار أمريكية أكثر المشكلة مع الاستثمار الأمريكي في العراق هو ليس موقف الحكومة الأمريكية وإنما عدم وجود البيئة المناسبة في الاقتصاد العراقي الفساد المرتفع وبالتالي لا تتيح الفضاء للشركات الأمريكية وغيرها لتحقيق أرباح لأن مخاطر عقد أي مشروع في العراق مرتفعة ولهذا لجذب شركات أمريكية وأوروبية وأسيوية وليس الصين تحديدا إلى العراق لابد أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية جادة ويمكن أن تتم تدريجيا عبر الوقت هذه الخطوات لابد أن تأخذ ببطء وأتمنى أن حكومة السيد الشيعة السوداني تكون لديها المقصد على أخذ هذا المصار بجدية وهذا يدي إلى مزيد من استثمار الدولي في العراق ممتنة كثيرا على الحضور لكم معنا من واشنطن رئيس معهد والخليج العربية أسافير دوغلس سلمان ومن بغداد أشكر ضيفي الباحث السياسي جليل مهدي ألامي ممتنة كثيرا لكم على الحضور